ما نيجي نتكلم عن علاج النقرس خلونا نقول بشكل مستمر ان النقرس ده عبارة عن ايه بعد كده نتكلم عن العلاج عشان يبقى يكون عندنا رؤية واضحة لهذا العلاج ونفحم الكصة بتاعته بشكل بسيط بعيد عن اي تعقيدات اللي ممكن تلاقيه في اي فيديو تاني والناس اللي بتشاهد الفيديوات بتاعتنا عارفة كويس اول ان احنا بنيدي الزبت زي ما بيقولوا بنيدي الحاجات اللي بالفعل تقدر تستفيد منها بشكل سريع اول حاجة ما نيجي نتكلم عن سبب النقرس ما نيجي نتك عن اليوريك اسد اما نتكلم عن ان يكون اليوريك اسد نقدر نقود ان في زيادة في اليوريك اسد في الدم وقلة اخراج اليوريك اسد مع البول بيؤدي الى ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة وبالتالي حدوث حصوات والتهاب وقلم وده المحصلة لو اينا نلخصه بشكل سريع نقول لين زيادة تكون اليوريك اسد في الدم وقلة اخراج اليوريك اسد مع البول بيؤدي الى ترسيب اليوريك اسد في الكلا والمفاصل وبالتالي بيؤدي الى التهابات وحصوات والمشاكل السوداء والالام اللي بتحصل للبيشنت اللي بيجالنا العيادة فحص بتاعنا بيبين ان يوريك اسد بيكون اكبر من سبع ده بالنسبة للتشخيص يبقى عرفنا السبب طب يا دكتور العلاج بتاعنا ايه؟ لو جينا تكلمنا عن العلاج هنتكلم عن ثلاث حاجات اساسية احنا قلنا في البداية زيادة تكون اليوريك اسد في الدم فلازم ندي حاجة تقلل من زيادة افراز اليوريك اسد في الدم زيادة اخراج اليوريك اسد بيؤدي الى ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة يبقى لازم ندي حاجة تمنع ترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة قلنا كنتيجة لترسيب اليوريك اسد في المفاصل والكلة وزيادة تكون اليوريك اسد في الدم بيؤدي الى التهابات وحصوات يبقى لازم ندي حاجة مضادة للالتهابات ومضادة للألام أو بين رليفن يلا يا جماعة بقى دلوقتي بشكل مباشر نخش على رشدة علاج النقرس لما نجي نتكلم عن رشدة علاج النقرس هنتكلم ان احنا قلنا فيه 3 مشاكل عندنا فيه 3 اشياء موجودين عندنا مسببنا لنا النقرس فلازم نشتغل عليه اول حاجة عايزين نعمل على تقليل تكوين اليوريك اسد وده هناخده من خلال زيلوريك تابلت وده قرس مرتين يوميا يبقى من خلال القرس اللي هناخده مرتين يوميا هنعمل على تقليل تكوين اليوريك اسد وده اول حاجة بتتكتب معانا في رشدة تاني حاجة كتبناها في رشدة بتاعتنا كتبنا فوار اسمه اليوريك السلوبي الفوار ده بناخده 3 مرات يوميا ده بيشتغل على منع ترسيب اليوريك اسد ومنع تكوين الحصوات يبقى اول حاجة كتبنا حاجة علشان تقلل من تكوين اليوريك اسد اللي هو زيلوريك تابلت وتاني حاجة كتبنا فوار بيتاخد 3 مرات يوميا علشان نعمل على منع ترسيب اليوريك اسد ومنع تكوين الحصوات تالت حاجة بقى نخش بيها في رشدة بتاعتنا اللي هو الكاتفلام الكاتفلام ده بيعمل لنا ايه مش احنا قلنا كنتيجة ترسيب اليوريك اسد في الكلا والمفاصل بتاعتنا بتؤدي الى وجود الالام وتؤدي الى وجود الالتهابات فمحتاجين حاجة تبقى للالام بتاعنا يبقى محتاجين نكتب مسكن ومضاد للالتهابات اللي هو موجود في الكاتفلام تابلت 50 ده قرص بناخد منه مرتين يوميا بعد الاكل يلا بقى كده نراجع مع بعض الرشدة بشكل سريع قلنا بناخد حاجة بتعمل لنا على تقليل تكوين اليوريك اسد زي زي اليوريك تابلت وبناخد حاجة بتعمل على منع ترسيب اليوريك اسد زي اليورو سولفين وبناخد حاجة تبقى مسكن ومضاد للالتهابات زي الكاتفلام وبكده الرشدة بتاعتنا تكون خلصت يبقى احنا كده النهاردة تكلمنا على الاسباب والتشخيص والعلاج والرشدة الطبية التي تتكتب في الايادة شكرا لكم كان معاكم الدكتور احمد عطية دشان رئيس الجمعية الطبية